السلام عليكم إذا بدك تصنع دائرة لصهر المعادن بالحث المغناطيسي فيا أهلا وسهلا أنت بالمكان الصحيح دائرة قوية صناعية تصهر المعادن على حسب ما أنت بدك تعطيها من استطاعة الاستطاعة يعني الفولت والأمبير نفس هذا الجهاز أو بقوة هذا الجهاز بدنا نصنع مكونات الدائرة متوفرة بكل مكان أنت بمكانك تجيبها وتصنعها بيدك قبل ما نبدأ لازم تدعم القناة التعليمية اشتراك لايك إلى آخر مكونات الدائرة أهم مكون هو ترانستور المسفد عندنا مجموعتين كل مجموعة موصولات بالتوازي يعني كأنه ترانستور بترانستور روح نوصل طرف السورس لكل ترانستورات مع بعض ونوصل بوابات كل مجموعة مع بعض انتبه بس السورس بالمجموعتين نجمع مع بعض ونوصل دراين كل مجموعة مع بعض انتبه الادراين نجمع لكل مجموعة مع بعض مو مثل السورس كله مع بعض زينار 5 واط 12 فولت موصول بالتوازي مع مقاوم 10 كيلو اوم ربع واط والدايوت موصول مع 470 اوم 5 واط نفس الشي بالنسبة للطرف الثاني نفس التركتيب بالضبط هذا ملف النبضة ملف النبضة جيب قرص في راية تلف عليه من 40 إلى 50 لفة بعدها تجيب ملف التسخين مع المكثيفات بالنسبة للمصدر لازم ما يتجاوز 50 فولت بالنسبة للأمبير المصدر لازم يكون أقل شي يتحمل 50 أمبير وما فوق يعني لازم من 50 أمبير إلى 200 أمبير حسب السرعة اللي انت بدك يا بسم الله نبدأ احنا انتهينا من الشرح السريع حاليا هذا الشرح البطير اللي يحتاجون التفاصيل شوف نبدأ من البداية وبسرعة هذولا الترانستورات انت بإمكانك تحط واحد بواحد لكن أنا حاط ثلاث بثلاث مشان نجمعهم بالتوازي مشان يتحملون أمبير شوف انتبه احنا جامع السورس هذا طرف السورس لكل موسفيت كله مع بعضه بل مجموعتين مع بعض بس السورس طبعا ينجمع بهذا الشكل هذا السورس يروح البارد على البارد المصدر بعدها نجمع البوابات انتبه البوابات جمعنا مع بعض هذا مع ثلاثة مع بعض هاي البوابة وهاي البوابة وهاي البوابة مع بعض بس طبعا كل مجموعة لحال يعني ما تجمع البوابات كلهم مع بعض لا هذا المجموعة لحال وهاي لحال بعدها الدراين نفس الشي لكل مجموعين جمع مع بعض انتبه هذا دراين وهذا دراين وهذا دراين لهين يوصل لكي نصل على الملف وهذا نفس الشي بعدها انتبه هذا زينار 12 فولت خمسة واط اذا ما عندك واحد اذا عندك انت اقل من خمسة واط جيب اكثر من زينار بالتوازي اجمعهم مع بعض مرشون بالتوازي يعني على الشكل هذا اجمع كل اثنين اذا عندك اثنين واط اجمع كل اثنين مع بعض على الشكل صار عندك اربع واط خمسة واط التوازي الاخري هاي مقاومة عشرة كيلو انتبه الزينار من السالب هذا السالب يعني السورس جاي على البوابة انت يبين معك جزء انه هذا بالمقلوب موسوح لا مو ما المقلوب هذا صح هذا مشان لما يجي تيار عالي على البوابة هو يسحب فوق ال 12 فولت هو يسحب ومشى ما يتحترق البوابة هذا الدايوت حصرا لازم تجيبه ما سير تجيب غيره واحد ان خمسة الاف اربعمية وثمانية المقاومة هاي لازم تكون اربع اه الخمسة واط اربعمية وسبعين اوم خمسة واط تمام شوف اشنا موصول على الشكل هذا موصولات انتبه المقاومة هاي جاي من الطرف هذا والنفس الشي الدايوت انت جوز تفكر الدايوت والعكس لا مو العكس الدايوت هو لازم يكون هالشكل هذا مشان التسريب العكسي انتبه احنا سابقا خربطنا هنا هذا كتلنا واصلين مع هذا غلط ايه هنا صحح احنا اعدنا الفيديو مشان هالموضوع هذا بس مشان هالمقاومة هاي الحلوة خلتني اعيد الفيديو هذا كل يعدوه هاي المقاومة موصولة بالتوازي مع نفس الوصلة ذاك بس انه هذا يعني الطرف الثاني هذا الطرف موصول مع المجموعة هاي للمجموعة هذا وهذا الطرف المقاومة المقاومة هاي والدايوت هاي للمجموعة هاي نفس الشي هذول هذول نفسه هذول ونفس الوصل بالضبط طرف ما بدأ شرع كثير تمام بالنسبة للأسلاك وسمكة الأسلاك انتبه هذا الملف تجيب حجر في رايتب حجم راحت ايدك اه تلف عليه من اربعين الى خمسين لفة من اربعين الى خمسين لفة يعني كأنه عندك انت عشرة من عشرة الى مئة ملي هنري صار عندك قيمة سمك السلك لازم يكون اذا ذكي استطاع عالي وصناعي يعني قوي خمسة ميلي متر بالنسبة لأسلاك الملف والمكثفات المكثف تأكد انك تلحمه بشكل صحيح يعني جيب نحاس دبل اه اكثر القصدير واللحم الحام قوي لان اي مقاومة تشكل بين المكثفات وبين الملف اه راح ينقص عندك الاستطاع يعني تضعف الحرارة راح تشوف انت ضعيفة وهي يعني يكون كل شغلك صحيح لكن انك من انت لاحم بشكل صحيح راح تشوف الحرارة شن السبب انا اقول لك شن السبب لان هنا يصير رانين بين الملف وبين المكثفات كل ما قل يعني التيار اللي يتناوب هاي المنطقة يا شباب اكثر من مئة امبير اكثر من مئتين امبير يمكن يوصل لخمسمائة امبير يمكن يوصل لألف امبير ليش لانه هنا يصير حالة رانين فالحام اذا ما كان صحيح يعتبر مقاومة راح يشكل مقاومة راح ينخفض شدة المجالة المغناطيسي اللي بدها تشد اللي بدها تسخن المعدل فهذا السمكو لازم يكون يعني 10 ميلي امبوب قطره 10 ميلي او اكثر يعني اذا انت بدك تستخدهم بشكل مستمر لازم تسوي له تبريد شوان التبريد فاخو من هنا وصلة ومن هنا وصلة يعني من الطرف هذا وصلة من الطرف هذا وصلة يكون هذا مسكر من هنا مسكر من هنا وصلتين يروحون على ريتاتور وعليم يروحها يبرد الماء يضل يعني مضخة ظل دايرة ان شاء الله اشتح لكم ايها هاي اذا انتم تحتاجونها بشكل مستقل المصدر لازم يكون عندك طبعا مايتجاوز 50 فولت دي سي يعني دي سي يعني مستمر انت جيب اربع بطاريات افضل لك يعني كل بطارية 200 امبير تمام اذا ما عندك بدك تجيب محول ضخم او يعني باور ساب لاي ضخم بيعطيك اقل شي خمسين امبير اني مستر تحت الهمسين امبير ما مش الحال لازم احتى بدك ميت امبير اذا بدك كياس صناعي لازم يكون ميت امبير مشان يعني بسرعة يصر المعادن تمام هذا طرف السالب الموصول مع السورس وهذا طرف الموجب من المصدر اي سؤال شوف هذا حجمه من خمسة ميكرو الى عشرة الى عشرين ميكرو بدون حديد لما تحط به حديد فراح تزيد ساعته فيكون التردد على سبيل المثال ميت كيلوهرتز تمام اللي داير حاليا قبل ما تحط حديد لما تحط حديد بما انه هذا ارتفعت قيمته من العشرة ميكرو هنري الى خمسين ميكرو هنري فبالتالي راح يقل تردد تقل قيمة تردد الرنين هذا ما يعني انه تضعف الاستطاعة يعني انه الحديد ما ينصهر بسرعة لا هذا الملف كل ما تكبر قيمته يقل تردد الرنين يعني تقل قيمة التردد الرنين الحادث بين الملف والمكثفات ونفس الشيء المكثفات كل ما تكبر قيمته يقل تردد الرنين الحادث بين المكثفات والملف اعتقد على هالشكل انا يعني اعطيت شرح كامل فاذا بي شيء نسيانه اكيد نسيان انا كل عادي انا راح اكون نسيان شيء عادي ذكرني بالتعليقات ان شاء الله انا اجاوب بسرعة كالعادة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة